الفعل المذارع مع ظمائر المتكلم ظمائر المتكلم هي أنا، نحن، وهي ظمائر منفصلة أنا للمفرد المتكلم، نحن لجمع المتكلم يصاغ الفعل المذارع مع ظمير المتكلم المفرد أنا بزيادة الألف في بداية الفعل وظم آخره مثال يصاغ الفعل المذارع مع ظمير الجمع المتكلم نحن بزيادة الحرف نون في بداية الفعل وظم آخره مثال نحن نراجع نحن نكتب نحن نقرأ نحن نلعب زمن الفعل المذارع، الحاضر، الآن، المستقبل، غدا التمرين الأول أصنف أفعال النص تركت أمي منهمكة في إعداد الطعام وانشغلت بإعداد المائدة أنظم الكراسي وأجلب الصحون، وحان وقت الطعام، فتحلقنا حول المائدة نأكل، ونحن نتابع منوعة تلفزية أفعال في الماضي، أفعال في المذارع الإجابة أفعال في الماضي تركت انشغلت تحلقنا أفعال في المذارع أنظم أجلب نأكل نتابع التمرين الثاني أربط بسهم بين الجملة والضمير المناسب بقينا نلعب أنا وأخي على الألعاب قضينا وقتاً ممتعاً مع الحاسوب ألعب وأخي بالحاسوب في أوقات الفراغ أنا نحن نحن الإجابة بقينا نلعب أنا وأخي على الألعاب نحن قضينا وقتاً ممتعاً مع الحاسوب نحن ألعب وأخي بالحاسوب في أوقات الفراغ أنا التمرين الثالث أتحدث عن نفسي في زمن المذارع رحب بصديقه وأدخله مكتبه وقدم له كأس عصير وحدثه عن مدرسته ثم الاتفاق على قضاء العطلة الأسبوعية معاً في أحضان الطبيعة إذا جاءني صديق؟ الإجابة إذا جاءني صديق أرحب به وأدخله مكتبي وأقدم له كأس عصير وأحدثه عن مدرستي ثم أتفق معه على قضاء العطلة الأسبوعية معاً في أحضان الطبيعة